تهتم الدولة بتنشيط القطاع السياحي بمحافظة سيناء نظراً لمقاوماتها السياحية الكبيرة قامت الدولة للحفاظ على هذه المقاومات وتنميتها برصف عدة طرق وتطوير الخدمات السياحية وإطلاق حملات للترويج السياحي تعد السياحة أحد محاور التنمية الاقتصادية الرئيسية بشمال سيناء حيث تطل المحافظة على البحر المتوسط بساحل يبلغ طول حوالي 200 كم من بالوظة ورمان غرباً حتى رفح شرقاً شمال سيناء تتميز بتنوع إمكانات القذب السياحية فتوجد بها بيئة ساحلية تطل على البحر المتوسط وبحيرة البردويل وبيئة صحراوية حيث الوديان والقبال والعيون الطبيعية في وسط سيناء كما تتمتع المحافظة بمعالمة وطرق تاريخية دينية حيث مسار العائلة المقدسة وطريق الحق الإسلامي فضلاً عن توفر مقومات السياحة العلاجية كذلك تحتضن المحافظة العديد من الأنشطة البيئية وعدداً من المحميات الطبيعية ومنها محمية الأحراش والزرانيقة وفي إطار حفاظ الدولة على كل هذه المقاومات صدر قرار لرئيس الوزراء في عام 2015 باعتبار الأراضي المملوكة للدولة بتل أثار الفرمة وتل أثار المخزن والكنائس أرضاً أثرية كذلك قامت الدولة بتطوير مسار العائلة المقدسة بشمال سيناء في عام 2021 حيث تم رصف الطريق المؤدي إلى تلك النقطة المهمة من نقاط المسار بطول أربعة كيلومترات وإنارتها وتوصيل المياه لها مع وضع مظلات لاستراحة الزائرين كما تم إعادة تأهيل نقاط مرور العائلة المقدسة بالخدمات السياحية وتطوير الملمح العمراني المحيط مع عمل وصائد ترويجية للمشروع بتكلفة إجمالية بلغت نحو 120 مليون جنيه هذا وأطلقت وزارة السياحة والآثار حملة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للترويج السياحي للمحافظة المصرية ومنها فيديو ترويجي عن محافظة شمال سيناء يرصد ما يظهر به شمال أرض الفيروز من مقاومات سياحية متنوعة